أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومنخضة تطبيع ما وصفته بتواطئ نظام المخزن مع الكيان الصيوني في جرائمه وانتهاكاته ضد الفلسطينيين الجبهة المغربية في بيان تنديدي بالعدوان الصيوني المتواصل على غزة أكدت أن المخزن يتحمل جزءا من مسؤولية العدوان الجديد على القطاع والجريمة البشعة في حق الشعب الفلسطيني بسبب تطبيع واتهمت ذات الهيئة القصر الملكي بتبني موقف سلبي مترنح ما بين التزام الصمت أو التماهي مع مواقف الغرب الإمبراليالي على حد تعبيرها